أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إطلاق الوجبة الأولى من المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية وقال وزير العمل أحمد الأسدي خلال مؤتمر صحفي أنه تم إكمال إجراءات البحث الاجتماعي لأكثر من 995 ألف أسران مشيرة إلى أنه سيتم نشر أسماء المشمولين بالإعانة وإبلاغهم برسائل نصية عبر هواتفهم وأشار إلى إطلاق الوجبة الثانية من فئة ذوي الإعاقة قبل نهاية الأسبوع مع تنفيذ حملة البحث الكبرى الثانية مستمرة وتستهدف 905 الآفة خلال أربع أشهر ونوه الأسدي إلى أن الثلاثاء المقبلة سيكون موعد إطلاق البحث للنازحين وإكمال تحديث بيانات 5.5 ملايين فرد لغرض تجهيزهم بالسلة الغذائية وكشف عن أن 163 ألف متجاوز على رواتب الإعانة الاجتماعية مبينة أن 400 ألف أسرة لم تقدم بيانها السنوية ونمهلها شهراً إضافياً ترجمة نانسي قنقر